السلام عليكم تلاميذ سنة أولى متوسط أتمنى أن تكونوا بألف خير أتيتكم اليوم بناموذج رقم واحد بنسبة لاختبار الفصل الأول النص متعلق بفرش الأسنان لدينا نص وأسئلة نحله مع بعض تابعوا معي لبروساج دي دن فرش الأسنان تكست لماذا نفرش الأسنان لاختبار الفصل الأسنان لاختبار الفصل الأسنان تساوس الأسنان هو مراد يهجم الأسنان تساوس الأسنان لاختبار الفصل الأسنان تساوس الأسنان لاختبار الفصل الأسنان نعرف على الناس الأسنان والأسنان لاختبار الفصل الأسنان لاختبار الفصل الأسنان كتيليا، يوميا، بمعنى، سيطدار كتابه، ده، وعندين، بمعنى، مراتين أو تلف مرات في اليوم. دمك، لغسل، فرش الاسنان، أيضا، رغسل، فرش الاسنان. وها جيد مهم بالنسبة لعسيحة لتحنقل المشكلة بقصة الفترة للمساعدة كشربة 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 المحل كشربة 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 سواجد بحراء كشربة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المنفس الايلات كلمات لبروساج يرση الل salمائي اوفر او خاطئ في الجمال الاتية الكري منтер اي توي hack ای طوالة ليت Sno memorized معلوض خاطئ کیلين او خاطئ اقلي痰 سببها الدهنيت بروسر يدن شاك جوار فرش الأسنان يوميين وغفو الفرس الأسنان يوميين لا أفهم لا أفهم فرش الأسنان ليس مهم بالنسبة لسيحا وغفو سبب سؤال 6 سؤالي سؤالي يوميين سؤالي يوميون في القرآن في الصيف سؤالي جملة المصورة في الجملة الأتيقه خار دمتذار est une maladie qui attaque les dents 7 جهش و الأولى entre الفائل و الأولى و الأولى كاله فتير صري في العمل بين قوسين في الحديد في أولا كم دو مل تير و تير و تير و تير و تير يس الفائل و تير agogى و تير و تير و تير 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 عندنا البروديكسيون إكريت أعطاو لكم فقرة تملقوها بكلمات من عندكم نقرأوها فيما بعد إذن الآن نجيب على الأسئلة دعوا بوز للفيديو حاولوا تجاوبوا ونبدأ تطلعوا للإيجاب نبدأ، 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 لكم لا ي欣her رت Imperات رأساa صوري نبدأ، تقرأ على صيب وهذا هناك، فassung، وضعز أطاو، نبدأ، 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 نبدأ players l'hygiène corporelle donc là la carrée dentaire dans le texte l'auteur parle de la carrée dentaire relève du texte un mot pardon question numéro 3 relève du texte une définition نستخرج بنا نس التعريف هوليك في النس قال لك la carrée dentaire est une maladie qui attaque les dents عرفونا تساوس الأسنان وستعملنا قلنا le verbe être للتعريف la carrée dentaire est une maladie qui attaque les dents donc هada هو هادي هي الجملة تعطينا التعريف لي فرش الأسنان question numéro 4 relève du texte un mot de la même famille كو بروساج عاندنا بروساج هنا هو الاسم لدينا سو جمه بروسي donc هاندنا le verbe بروسي ريليك كتبوه بروسي ريليك بروسي سو جمه بروسided رائع رائع فاو رائع خطر أو خطر فاو خطر أو غري رائع 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 وهو Phrase numéro 3 Brosser les dents chaque jour Vrai ou faux? Très bien C'est vrai Je dois me brosser les dents quotidiennement Quotidiennement معنتها يوميا Chaque jour La dernière phrase Le brossage des dents N'est pas important pour la santé C'est faux Le brossage des dents Est important pour la santé Ne ou pas Souligne la proposition relative Dans la phrase suivante La carie dentaire Pardon La carie dentaire est une maladie Qui attaque les dents Donc nous nous avons le pronom relatif Le pronom relatif Qui Qui attaque les dents C'est la proposition relatif La proposition Subordonnée Relative Très bien Question numéro 7 Conjuge les verbes Mais entre parenthèses Au présent de l'indicatif Donc nous nous allons provoquer Nous allons provoquer Avec les sucreries Donc nous allons nous faire le bosse Donc nous allons vous pro Pro Vos Provoke فإننا كان ذلك آما كم يشترك أن تشترك أن الزواجين وهوه فإننا مغفرة ناعة beat تكتوب سكرت se lave les parce que les passe facilement d'une personne à une autre merci lough mera les traïs bien merci lou el aid les mains parce que les microbes très لأن الميكروبات الميكروب 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 الميكروبات الميكروبات تنتقل بسهولة من شخص إلى آخر سلافة لما سكوهر لابوش 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 وانف عندما نسعل أو عندما نعطس عندما نغطي الهنايا الفم والأنف تسمح لنا بتجنب دي فيتي دي فيتي ديتر مالات نتجنب بأن نكون مرضى أو نجعل الآخرين مرضى ودوغندر لزوتر مالات عندما نغطي الأنف والفم عندما نغطي الأنف والفم نتجنب بأن نكون مرضى أو نصيب الآخرين نتجنب كذلك جعل الآخرين يصابوا بالمرض بهذا المعنى احسن جعل احسن نزع نزع احسن نزع لذلك نزع لذلك يصبح سهلا 14 تحذير النصص في المنزل مهم جدا وفهم النصص دائما الحصول على كلمات جديدة هل أخبرنا هذا يمكنك أن يساعد تكفره كما نتوس وكما نتاع تابعيني في القناة فهذا القناة لنا شرحي يفهم ما يعني التوس 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 العطس يمكنك أن يجد الفقرة بكل سهولة إذن إن وصلنا نهاية الفيديو نلتقي مع نماذج أخرى إن شاء الله إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا وضع جامل الفيديو اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ومشاركة إذا أمكن الفيديو مع زملائكم ليستفيد الجميع مع السلامة